موسيقى نشعة أخبار يا رياضة نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم استهل فريق اتحاد الجزائر دور المجموعات لكأس الكاف بفوز ثمين على حساب نادي هلال بنغازي الليبي فعلى ملعب خمسة جويليا بالعاصمة الجزائرية فاز الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد ثنائية حامل لقب المنافسة الإفريقية افتتحها اللعب أسامة مغيلي عند الدقيقة الرابعة والخمسين من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس المسماري قبل أن يضيف المهاجم طومي صونغ الهدف الثاني في آخر أنفاس المواجهة وبهذا الفوز يحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة وفقة نادي فيوتر المصري الذي اتغالب بدوره على سوبر سبور الجنوب إفريقي بالطبع الشيء الأكثر أهمية هو الفوز المحقق في المباريات هناك عدة عوامل منها العوامل الذهنية والبدنية وأيضا التكتيكية لقد سطرنا الفوز هدفا لنا اليوم أعتقد أننا لعبنا مباراة صعبة لم نكن جيدين في الشوط الأول كان ينقصنا الهدوء والصبر الفريق عانى أيضا من نقص الثقة وهذا ما حرمنا من الاستحواذ على الكرة ولو لعبنا بشكل جيد لما سيطر المنافس في الشوط الثاني تداركنا الأمر والفريق صحح الأخطاء مع خلق عدة فرص كما حدث في لقطة الهدف الأول التي جاءت من تزديدة قوية فاجأت حارس الفريق المنافس كما منح الهدف المسجل دفعة قوية لفريقنا الذي تحكم في زمام الأمور بعدها المتش النهاردة الحمد لله عملنا متش كويس قوي باللعب في فرقة البطل البطل الكونفدرالية باللعب بطل كأس الصوبر الأفريكي عملوا له حساب أفلنا على كل المفاتيح بتاعته الشوط الأولاني كنا حافظين كويس قوي بدأوا يعملوا الكرة التولية عشان يخشوا عشان يختركونوا إنما ما فيش أي حاجة من العمق فيش حاجة يمكن 3-4 كروصات من على الطرف كلها كورة عالية ما فيش أي مشاكل رحنا انفراد تام الشوط الأولاني لو كان الجون كان الوضع يتغير خالص كان فيه تكتيك تاني كنا نشغل عليه بس بنحمد ربنا ضيعنا فرص الشوط التاني ضيعنا الجون التاني اللي جي فينا أخطاء دفاعية هذا وقام أنصار اتحاد الجزائر بلفتة تضامنية تجاه القضية الفلسطينية قبل انطلاق المواجهة حيث رفع الأنصار في المدرجات تيفو يحملوا شعار من المحروسة بالله إلى المحررة بإذن الله مرفقين إياها بعبارة قلبا ودما خرجة أنصار ممثل الجزائر صنعت الحدث عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي وأثبتت أن الجماهير الجزائرية تقف دائما مناصرة للقضية الفلسطينية ومناهضة للعدوان الصهيوني على غزة من حسن الحظ أننا بدأنا اللقاء وسط تلك الأجواء الرائعة والاستثنائية أهنئ جماهير اتحاد الجزائر لقد ساهمت بشكل فعال في فوزنا الجمهور من أعطانا الدافع والقوة لقد مررنا ببعض اللحظات الصعبة لكن بفضل الأنصار تمكننا من حسم الأمور شكرا جزيلا الأجواء والصور التي صنعوها رائعة حقا إلى أخبار الدوريات الأوروبية فرض إنتر التعادل على جيفانتويس بهدف لمثله في قيمة الجولة الثالثة عشرة من الدور الإيطالي التي احتضنها ملعب أليونز ستاديون بيتورينو سهرة الأحد اليوفي افتتح باب التسجيل في دقيقة السابعة والعشرين عن طريق قلب هجومه فلاوفيتش إلا أن إنتر عدل النتيجة بفضل لوطارو مارتيناز عند الدقيقة الثالثة وثلاثين نتيجة سمحت لإنتر بالحفاظ على مركزه في الصدارة باثنتين وثلاثين نقطة بفريق نقطتين عن الوصيف جيفانتويس في إنجلترا حقق مونتشستر يونيتد سهرت أمس فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة بملعب جوديسان بارك على حساب مضييف إيفرتون في الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري الإنجليزي الممتاز ألمان يونيتد سجل الهدف الأول منذ الدقيقة الثالثة بمقصية رائعة حملت توقيع الأرجنتيني الشاب جارناتشو في الشوط الثاني عززة راشفورد ومارسيال تفوق الشياطين الحمر الذين رفعوا رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز السادس فيما يبقى إيفرتون في المركز التاسع عشر بأربع نقاط وإلى إسبانيا إن اكتسح ريال مدريد مضيفة قادش بثلاثية نظيفة ومسية الأحد في الجولة الرابعة عشرة من الليجة الإسبانية ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتا وتجوز الريال غياباته العديد على المباراة وسيطر إذن على المباراة وسجل البرازيلي رودريغو ثنائية في الدقيقتين رابعة عشرة والرابعة والستين قبل أن نضيف العائد بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والسبعين فوز سمح للريال برفع رصيد إلى 35 نقطة في المركز الأول مؤقتا بفرق نقطة واحدة عن الوصيف جيرونا الذي يلاقي اليوم أتليتيك بيلباو في موضوع آخر يشهد سباق ماراتون تريك الجزائر في نسخته الثانية مشاركة دولية واسعة بأزيد من مئة متسابق جاءوا من عدة دول لخوض غمار هذا المحفل الرياضي الدولي ذوي ذي البعدين الثقافي والسياحي وذلك في مدينة تيميمون لؤلؤة الصحراء الجزائرية تشرق شمس يوم جديد على جوهرة الجنوب الجزائري تيميمون الساحرة وتشع معها معالم الاستعداد والتهيئ لإحياء سباق ماراتون تريك الجيريا الدولي في نسخته الثانية مشاركة واسعة من متسابقين قادم من مختلف البلدان لمدينة فتحت بوابها لضيوفها للسنة الثانية على التوالي مشرعة نافذة أبعادها الثقافية والسياحية وكل ما تحمله من هدوء وسكينة لا مثل لهما التحضير لسباق من هذا النوع في الصحراء يعد تحدياً بالنسبة لنا ونحن الألمان لا نملك صحراء مثل هذه ولا مناخل مثل هذا لسنا متعودين على هذه البيئة تحضيرات حثيثة بوضع آخر اللمسات قبل الشروع في السباق بمسلك إجمالي يقدر بمائة وثمانين كيلومتر تم تقسيمه إلى ثلاثة مراحل بمسافات مختلفة عبر قصور بلديتين ميمون وولاد سعيد إجراءات طبية صارمة من طاقم محترف مكون من كفاءة علمية دولية ضماناً لسلامة المتسابقين المشاركين وسعياً لإنجاح الدورة التي أصبحت تقليداً سنوياً الجانب الطبي مهم للغاية في مثل هذه التظاهرات الرياضية التي تدوم من خمسين إلى سبعين ساعة يمكن للجسم أن يتضرر وأن يصاب بأمراض فوق التعب الطبيعي لهذا نطلب من المتسابقين إجراء التحاليل اللازمة قبل أي سباق ونركز على الملفات الطبية لكل المتسابقين يجب على الطاقم الطبي معرفة كل صغيرة وكبيرة مثل ما نقوم به منذ صباح اليوم نحاول تقديم النصائح اللازمة لكافة المتسابقين الذين أعتادوا على مثل هذه المنافسة ويعرفون جيداً القواعد التي يجب اتباعها تمتزج أواصر الرياضة والسياحة والثقافة بين البلد المنظم وضيوفه في محفل دولي رياضي تحتطنه مدينة ميمون لؤلؤة الصحراء الجزائرية وللدخول في أجواء المحفل الرياضي الدولي في نسخته الثانية معنا موفد قناة الجزائر الدولية إلى تيميمون أمين محفظية أمين مساء النور كيف تسير آخر الاستعدادات لسباق تريغ الجزائر تيميمون 2023 مساء النور خالد هو في الواقع واحد من أبرز سباقات الماراثون الدولية المقامة في الجزائر وتحديداً هنا بولاية تيميمون جنوب البلاد تشراك ألجيريا هذا المشيء الممكن كثبانها يمر عبر أزقة ومدن وواحات هذه المدينة السياحية الجميلة جداً بشهادة الوفود الأجنبية المشاركة والتي وصلت منذ يوم أمس إلى هذه الولاية السياحية والجزائرية بامتياز إذن الماراثون الخالد يتم على ثلاثة مراحل ابتداء من يوم غد المرحلة الأولى كل مرحلة بمسافة معينة المرحلة الأولى بخمسين كيلومتر المرحلة الثانية بمئة وستة كيلومترات ولعل المرحلة الأبرز ويمكن الأصعب هي مرحلة المئة وثمانين كيلو متراً هي صحيحة لتظاهر رياضية ولكنها بأبعاد سياحية وثقافية واستكشافية بالنظر للمنطقة السياحية وما تسخر به من إمكانات هائلة تصب في مصلحة السياحة الشتوية ونحن على باب الفصل الشتاء وما تستقطبه هذه المنطقة بالمعتعادة من وفود سياحية أجنبية فكل الاستعدادات هنا جارية على قدم وساق خالد فتم وضع ثمانية نقاط مراقبة واستراحة على طول مسار السباق ليتمكن المتسابقون من التزود بالمياه وكل ما يحتاجونها من مواد الاستكمال المسار فعلا أمين أتمنى أن تكون تظاهرة رياضية بكل مختلف أبعادها أمين محافظية موفة قناة الجزيرة الدولية إلى تيميمون شكرا جزيلا لك مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام موعدنا رياضي شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة